اللي أنا لاحظته إنه حضرتك طبعاً تعملت مع أستاذ كرام مطاوع الله يرحمه رب طبعاً أستاذ محمود مرسي وأظن كمان الدكتور عبدالغفار عودة صح؟ أه طبعاً طبعاً مين الأكثر تأثيراً؟ أو بعبارة أخرى خلينا أقول إنه خدت من كل واحد في الثلاثة دول إيه؟ أنا كنت بس كنت طفل وقتها يعني بحكم العلاقات الأسرية فأنا كنت تعرف كويس قوي أستاذ كرام مطاوع والدكتور عبدالغفار عودة فأنا بشوفهم إنه هم مش عملقة دول يخضوا آه طبعاً طبعاً زي أستاذ محمود مرسي عملاق حظي الوحش بس إنه أنا ما قابلتوش يعني إيه اللي خدتوا من كل واحد من الثلاثة؟ لأ أنا اللي ده رسل في يعني أنا أستاذي بشكل مباشر في المعهد العالي فيهم مصرحية الأستاذ كرام مطاوع والأستاذ سعد أردش والأستاذ جلال الشرقاوي ودكتور سناء شافع دول أستاذي بشكل مباشر دول اللي قعدت قدامهم تلميذ وهم أستاذي الأستاذ محمود مرسي أنا قابلته بعدين في الإطراف في أبو العيل البشري يعني في أبو العيل البشري في هذا الستيديو إحنا بنصور مشهد والأستاذ محمود بيصور مشهد إحنا عدين بنتفرج عليه إحنا كل مهمتنا إحنا نتفرج على الأستاذ بشكل إزاي فبعد ما بنخلص المشهد بينزل المخرج بنزل التست على المشهد في البلاتو وإحنا عدين هو بيتفرجش خالص؟ خالص نهائي ما بيشوفش نفسه أصلا فمرة في اتنين في تلاتة فسألني يا أستاذ محمود لي حضرتك بتفرجش على التست بتاع المشهد قال أنا متصور الشخصية بشكل معين لو أنا تفرجت على نفسي ممكن هذا التصور أو هذا الخيال اللي أنا متخيل بالشخصية يتكسر لو تكسر مش عارف أكمل إيه ده؟ أنا بتفرج على العمل مع المتفرجين يعني هو بيتعرف بقى خلاص خلاص يتعرض على الشاشة هتفرج زي الناس لا ناقة لك ولا جمل لأن في كل الأحوال بعدين بعد سنين الخبرة تكتشف أن أنت بتستفيد يعني أنا لما رأي بأستاذنا أحمد زاكي في فيلم الهروب هو بيشتغل أنا ومحمود البزاو وإحنا عادين بنتفرج عليه لطول تصوير الفيلم سواء عندنا أوردر أو ما عندناش إحنا رايحين بنتفرج على الأستاذ أحمد زاكي بيشتغل إزاي دي تراكمات لما تتفرج على أستاذ بيشتغل قدامك يعني أنت بتستفيد أنا بستفيد طبعا أنا اكتشفت بعد كده بقى أن الأستاذ بحمود مرسي كان على الحق لأنك لما تيك تتفرج على نفسك تقول المشهد ده أنا كنت ممكن أعمله أحسن من كده يعني طول الوقت أنت مش راضي عن نفسك ما ينفعش فنان يقول أنا كنت عظيم أو أنا كنت بكذا أو أنا ما ينفعش ما ينفعش على الإطلاق لأنك طول الوقت تبحث عن الأجود تبحث عن الأحسن عن الأكوس يعني أنت طول الوقت مهموم بأن تتقدم حاجة كويسة لو ركنت ظهرك على الكرسي وقعدت لا 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 ما ينفعش ما ينفعش على الإطلاق خالص خالص حتنتفي المتعة لأن البحث عن الجودة دي متعة في حد ذاتها على الفكرة يعني لو الموثل استمتع وهو بشخص المتعة دي حتنتقل للمتفرج على طول لأن المتفرج ما تتحكش عليه أبدا خالص لا 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 كلما كنت صادقا كلما كان ده أقرب الطرق إلى قلبه وعقل المتفرج لاتنين مع بعض أنت تخذ الأول يعني الأول هو بيشوفك وهو عقله شغال والله لو حس بصدقك حتصل لقلبه صح وصلت لقلبه خلاص هو ده كونتراته اللي بينك وبين المتفرج أن تكون صادقا بس